اشتركوا في القناة بسرعة من المظهر الخارجي فهذا المقطع ان شاء الله بحاول اشرح كل مهارة واتمنى اني ما اخطأ في الشرح ونقول بسم الله اول مهارة Strikers Battle Gear ان جمعت درعين من هذه المجموعة تحصل على 20% دمج مضاعف على دروع الاعداء وان جمعت ثلاثة من هذه المجموعة من الدروع بتحصل على نسبة 100% دمج مضاعف على المناطق الحارجة وان جمعت 4 دروع من هذه المجموعة بينفتح معاك المهارة والمهارة عبارة عن دمج مضاعف الدمج المضاعف هذا يحصل معك انطلقت بشكل متواصل انطلقت بشكل متواصل تحصل على نسبة 1% دمج اضافي وان ضيعت الطلقات يسولك دروب للبونس بنسبة 2% والبونس دمج ينزل 1% كل ثانية والحد الاخصى للبونس دمج وهو 100% فانو وصلتها بنسبة 100% بيظل معك ثابت وما يرتفع هذا الشيء جدا ممتاز اذا انت من الاشخاص اللي تلعب مثلا بيخلاط بسلاح المخزن عنده يعني بكمية كبيرة الضل تطلق 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 كل ما تطلق يعني بشكل متواصل يزيد معك البونس دمج بشكل جدا رائع والمهارة الثانية Bath of the Nomad وهذه جدا ممتازة للاشخاص اللي يحبون يلعبون سولو انت جمعت درعين من نفس المجموعة تعطيك 50% اسكافنجنج إضافي الاسكافنجنج هي معناها الاكتساح باللغة العربية وهي اللي تحسنك مستوى حظوظك في سقوط الريوردات وانت جمعت 3 دروع من نفس المجموعة يعطيك 20% هيلث إضافي على كل قتلة تخيل انت متدمج ما معك هيلث ما معك متكت تذبح اي واحد يرجع لك 20% هيلث إضافي وان جمعت 4 دروع من نفس المجموعة تنفتح معك المهارة والمهارة تتفعل كل 10 دقايق المهارة هذه اذا تعرضت لضرر جدا قوي ونزل الهيلث عندك مرة يعني قريب انك تموت يرجع الهيلث مالك كامل فل واضل على هذا المنوال جدا ممتاز خاصا اذا كنت متدمج عن طريق روك تيم او بالصدفة كمبيوتر غدر عليك او واحد مثلا في الالاين غدر عليك والهيلث مالك كامل نزل يرجع لك الهيلث مالك كامل كيف ما قلت لكم كل 10 دقايق مرة المهارة الثالثة تاكتيشنس اوثورتي انجمع درعين من هذه المجموعة تحصل 4000 إضافية على الاسكيل باور وانجمع ثلاثة دروع من هذه المجموعة تحصل على 20% تلفيل سريع للمهارة اللي انت استعملتها مثلا استعملت يخلي الاستيكي بومب عندك يتلفل وترجع تستعمله من الجديد بنسبة 20% إضافية على التلفيل العادي وانجمعت اربع دروع من نفس المجموعة تنفتح معك المهارة والمهارة واش تسوي بالضبط كل 6000 الضرر تسويه انت والمجموعة اللي انت فيها يعطيك 1% بونس إضافي على الاسكيل باور إلى أن يصل لحد الأقصى حقه 100% وللمعلومية البونس ينزل بنسبة 1% كل ثانية يوم المجموعة اللي انت فيها ما يقدم أي ضرر هذا المهارة جدا ممتازة للأشخاص اللي يعني يدعمون الشباب من ناحية من ناحية من ناحية من ناحية هذه الأشياء جدا جدا ممتازة المهارة الرابعة سنتري سكول انجمعت درعين من هذه المجموعة تحصل على 30% ضرر إضافي على الهيتشوت وانجمعت ثلاثة دروع من هذه المجموعة تحصل على 20% ضرر إضافي على الأليت الأليت هم الكمبيوترات هل أنه بس يكتفي أن الكمبيوتر يكون هيلث بار ماله باللون الأصفر أو يكون هيلث بار ماله باللون الأصفر زائد يكون فوقه اسم صراحة ما أعرف أي واحد من الأفمين المهم انجمعت أربع دروع من هذه المجموعة تنفتح معك المهارة المهارة هذه انضربت أحد من الأعداء هيتشوت هيتشوت هذا يخلي الشخص اللي قدامك له حدود بلون معين يختلف عن الأشخاص الثانين اللي ما دمشتهم هيتشوت وانت بعته ودمشته يعطيك 15% دمج إضافي لمدة 10 ثواني والمعلومية الأشخاص اللي يمديك تحددهم بلون معين يمتطلق عليهم هيتشوت هم ثلاث أشخاص يعني لازم تقتل واحد منهم عشان يمديك تحدد على شخص آخر صراحة جدا ممتاز جدا عملي طبعا كل مهارة لها يعني استعمال ممعين واستعمال مميز أتمنى هذا الشرح أفاتكم السلام عليكم